نظمت وزارة الداخلية المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بعنوان نحو تعليم أمني متميز عقد المؤتمر بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة نظمت وزارة الداخلية المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بعنوان نحو تعليم أمني متميز وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة منظومة التعليمية والتدريبية التي تقدمها والتي تتلأم مع مستجدات الواقع وتراعي في إعدادها استفاء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي التابعة لمجلس الوزراء والتي يوكل تدرسها لنخبة متميزة من أعضاء هيئة التدرس بالجامعات المصرية وأكاديمية الشرطة دور مميز دائماً بتلعبه أكاديمية الشرطة العنوان بتاع المؤتمر تعليم أمني مميز الحقيقة ده في دورته الأولى وأكاديمية الشرطة مؤسسة أكاديمية عريقة والحقيقة هي متصقة مع جميع نظم الجودة اللي بتتماشى عليها أي مؤسسة أكاديمية في مصر أكاديمية الشرطة من أوائل الأكاديميات اللي بدأت في مشوار ضمان الجودة والاعتماد الكلام ده كان من تقريباً 2016 وبدأت الأكاديمية في أنها تسعة جاهدة أنها تحصل على الاعتماد من الهيئة قاملة دمان جودة التنمية والاعتماد وبالفعل حصلت كلية الدراسات العليا على اعتماد سنة 2018 تناول المؤتمر والذي يعد الأول من نوعه الذي تنظمه وزارة الداخلية عدة محاور خلال جلساته في مقدمتها استراتيجية التعليم الأمني الأكاديمي ودور جودة التعليم في تطوير التعليم الأمني في العصر الرقمي وعلاقة مفهوم المواطنة بضمان جودة المنتج الأمني الهدف الأساسي منه هو رفع جودة التعليم ونشر صفافة الجودة وجودة التعليم المؤتمر النهاردة بيجمع نخبة من الشخصيات والتركيز هو على جودة التعليم والتعلم فيما يخص المنظومة الأمنية يعني جودة التعليم بتؤكد على تميز العمل الأمني وده المنهج اللي بتتصير عليه وزارة الداخلية وقد أجمع المشاركون على أن أكاديمية الشرطة تسير بخطى جادة محددة الأهداف في دعم عمليات التعاون والتنصق مع مختلف المؤسسات والجامعات المصرية من خلال إبرام بروتوكولات تعاون مع عدد من الكليات لمنح الماجستير وشهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب كليات الشرطة باعتبارها من متطلبات الارتقاء بالقدرة التعليمية لتقدم ضباطا مزودين بالعلم والمعرفة قادرين على تحقيق ما تصب إليه الدولة مهم جدا أن الأبعاد دي تكون واضحة أبعاد التعددية الثقافية أبعاد الهوية الوطنية والانتماء والمواطمة في وجود مؤتمر علمي ويعتبره مؤتمر علمي أول يجمع مختلف الأراء ومختلف الأفاق تطرح الرؤى المستقبلية لآليات استشراف المستقبل في التعليم الأمني ده هيطرح هيضع الكليات الدراسات العالية وهي مختصة بالماجستير والدكتوراه ومعامل البحوث لأنها تدخل إلى أفاق المستقبل أثمر المؤتمر في ختم فعالياته عددا من التوصيات في مقدمتها تبني تقنيات الواقع الافتراضي لبرامج التدريب والتعليم الشرطي للارتقاء بجودته في عصر الرقمنة وتوفير التدريب المستدام طبقا للاحتياجات الأمنية والتعليمية توفير التعليم والتدريب اللازمين للعملين في المجال الأمني من خلال استخدام تقنيات الحديثة المتعلقة للتحول الرقمي مع توفير حماية البيانات الشخصية والسرية بالتعليم الشرطي يأتي انعقاد هذا المؤتمر تتويجا لجهود تبدلها وزارة الداخلية لتطوير منظومة التعليم الفني وتوفير كافة المقاومات اللوجستية والتكنولوجية اللازمة من أجل إعداد رجل شرطة عصري مسلحا بالعلم والتدريب لمواجهة المستجدات الأمنية نحو تعليم أمني متميز هو عنوان المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة والذي يؤكد على اهتمام وزارة الداخلية بجودة التعليم الأمني الذي يعتمد على استخدام البرامج التكنولوجية الحديثة للوصول إلى منتج أمني قادر على مواكبة المستجدات الأمنية الحديثة عبدالبركات التلفزيون المصرية